قال رحمه الله ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره نعم ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب الجالبة لانشراح الصدر وأنس القلب وطمأنينته كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالذكر بلا ريب طمأنينه للقلب ولهذا من أنفع ما يكون للعبد في همومه وغمومه وآلامه أن يكثر من ذكر الله أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم هذا التوحيد والتهليل والذكر لله عز وجل هو الطارد للقلب سروا هذه المسألة أن هذا القلب خلق لعبادة الله ولينشغل بعبادة الله فإذا شغل بأمور أخرى قلق والطرب فدواؤه أن يعاد لما خلق لأجله وأن يشغل بالشيء الذي خلق لأجله وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وأعظم ما يكون الذكر بالكلمات الأربعة التي أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي من القرآن فيكثر من هذه الكلمات ويكثر أيضا من تلاوة القرآن والاستغفار وغير ذلك هذا إذا وفق العبد له وانشغلت به نفسه لم يبقى عنده هم مهما كبر حجم الهم لا يبقى بل ينزح ويزول عن قلبه زوالا تاما بإذن الله سبحانه وتعالى ولهذا من أعظم ما تستجلب أو يستجلب به أنس القلب وراحته وسروره وانشراحه الصدر الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والذكر له فوائد عظيمة كثيرة جدا من أحسن من تكلم وعدد في فوائد الذكر الإمام القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الوابل الصيد قال في المقدمة أن ذكر الله له أكثر من مئة فائدة وعد رحمه الله ما يزيد على السبعين فائدة من فوائد الذكر من ضمن الفوائدة التي عدها أنه جالب لانشراح الصدر وطارد للهموم والغموم والأحزان وفي السنة أدعيه للكرب كثيرة جاءت يعني يشرع أن يقولها المسلم عند الكرب منها ما سيأتي عند الشيخ رحمه الله مثل حديثه ببكرة دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرف تعين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت وجاءت أدعيه عديدة دعوة للنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فالحاصل أن الذكر مفزع للمسلم في كرباته يكثر من ذكر الله عز وجل فتنزاح عنه الكرب وتزول الهموم والغموم بإذن الله سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر